أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي رميحي أن الأزمة مع قطر بدأت قبل أن تقرر الدول الدعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها وأضاف رميحي في حادث لتلفزيون البحرين أن دول الخليج تعاملت بسعة صدر كبيرة مع جملة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها قطر مشيرا إلى أن الخلافة اليوم على سياسة قطرية قائمة يمثل الإعلام جزءا منها وأن الأزمة ستستمر طالما أن هناك استخفافا قطريا بالإجراءات والخطوات التي اتخذت بد هذه السياسة